شيء ثالث القيامة تؤكد بل تبرهن على لهوت يسوع المسيح ولا يسعني على أن أتكلم على مئات الأدلة سواء من البشائر المقدسة في الإنجيل المقدس سواء من الرسائل التي تبرهن وتؤكد بكل مصداقية وبكل أمانة لهوت يسوع المسيح اسمع ما يقول الكتاب المقدس وتعين يعني تبرهن ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات يعني القيامة من الأموات كان البرهن والدليل الصاطع أنه تبرهن يسوع اللهوت ابن الله أي ذات الله كلمة الله يسوع المسيح أحبائي لاحظ الكلام ربنا ربنا كلمة رب لا تقال إلا على الله روميا 1 إصحاح 4 فليبي إصحاح 2 بلخص كل الحدث في بضع آيات في إصحاح 2 من آية 5 الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلصة أن يكون معادلا لله لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس وإذ وجد في الهيئة كإنسان أطاع وضع نفسه وأطاع حتى الموت موت الصليب لذلك رفعه الله وعطاه اسما فوق كل اسم لكي تجتب اسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض ويعترف لاحظ الكلام ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله ألم يقل للكتاب في العهد القديم حي أن الرب ستجث لي كل ركبة وهنا أحباء بيتكلم عن الرب يسوع المسيح إن لم يكن إله فكيف يقوم من الأموات اسمع ما يقول الرسول بولوس في تمثاوس الأول أسحح 3 والآية 16 وبالإجماع عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد تبرر في الروح طراء لملائكة كرز به بين الأمم أؤمن به في العالم لاحظ الكلام رفع في المجد رفع في المجد واحد من أعظم الشهادات تومة واحد من تلميذ المسيح الذي لم يصدق إلا إن وضع إصبعوا فعندما رأى المسيح قال ربي وإلهي أحبائي بما إن المسيح قام بالجسد وظهر في الجسد هو تأكيد على طبيعة المسيح الإنسانية الكاملة وعلى كمال اللهوت المطلق هو الكامل طبعاً بل أكدت على كل تصريحات المسيح أنها صادقة مثلاً عندما قال أنا هو الطريق والحق والحياة لو لم يقم من الأموات هذا الإدعاء يكون باطل أو عندما قال أنا هو خبز الحياة فلو لم يقم المسيح لأصبح هذا الإدعاء باطل أو عندما قال يسوع أنا هو القيامة والحياة لو لم يقم المسيح من الأموات لأصبح هذا الإدعاء باطل فالمسيح أحبائي مكتوب عنه فيه كانت الحياة بل هو رئيس الحياة وهو غذاء الحياة وهو نبع وأصل الحياة بل هو حياة الحياة ذاتها أحبائي إن عقيدة القيامة هي أساس العهد الجديد وتصور معي أن القيامة ذكرت مئة وأربع مرات في العهد الجديد لقد تنبأ يسوع أنه سيموت ويقوم في اليوم الثالث وفعلا مات وفعلا قام وهذا يدل على مصداقية دعوة يسوع المسيح وعلى أساس معجزة القيامة تثبت أو تثبتت كل المعجزات فالقيامة هي انتصار الحياة على الموت وهي نصرة وقوة المسيح المنتصر وأصلي أن هذه النصرة تختبرها اليوم في حياتك ابقى معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير اشتركوا في القناة